ملحوظاً بعد استعمال الوسائل التقنية الحديثة في عمليات الحرث والبذر وكذا تطوير السقي والتسميد للحصول على منتوج وافر بنوعية جيدة محمد شوقي بونيف يفصل أكثر ولاية الأغواط من بين الولايات الرائدة في شعبة الحبوب إذ تحتل المراكز الأولى وطنياً ومتابعة لموسم الحرث والبذر لسنة 2020-2021 يتوقع إنتاج أكثر من 750 ألف قنطار من الحبوب في مساحة محروفة تقدر بتسعة ألاف وسبعة هكتارات خاصة بعد إدخال الوسائل التقنية الحديثة والتكنولوجيا في عملية السقي وكذا تطوير عملية التسميد للحصول على منتوج وافر وبنوعية جيدة لضمان إنتاج وافر ودات نوعية وجودة عالية واستهلاك واقتصاد عنصر الماء اللي هو عنصر مهم جداً وبالتالي تشجيع هذا الشعبة الفلاحية شعبة الحبوب اللي هو طرف كبير في المعادلة الوطنية أو الاقتصاد الوطني في عامة المزرعة النموذجية نمير الطهر ببلدية تاجموت واحدة من بين المزارع النموذجية التي تستعمل المكننة والعتادة الفلاحية المتطور في عملية الحرث والبذر والتسميد للمساحات المخصصة لزراعة الحبوب والأعلاف بالإضافة لعملية السقي بواسطة الأنظمة المقتصدة للمياه الذي يغطي ما يقارب الأربعة مئة هكتار من مساحة المزرعة هذه العمليات تقوم بها المزرعة النموذجية قصدة تطوير الفلاحة في المنطقة المحلية ونشر ثقافة للفلاحة الحديثة في المنطقة والمساهمة أيضا في زيادة الإنتاج في زيادة الإنتاج لهو العامل الرئيسي الآن والمحفز لنا الكبير وعلى هذا الأساس تعكف المصالح الفلاحة لولاية الأغواط على تطوير وتنمية القدرات الفلاحية وترقية شعبة الحبوب من الأولويات وهذا الرهان يقطعه فلاحو هذه الولاية لتحقيق الاكتفاء في الحبوب الجافة والبقول والتقليل من التبعية والاستيراد خاصة لمادتي القمح والشعير بكل أصنافها وهي تجارب رائدة لابد من تشجيعها ومرافقتها